شو اللي رجعك على البنان؟ إجوا المخابرات فتشوا علي مرتين تلت اللي يلا قوم ضبك لكيشاك بشير بدو يترشح قدير بشا نعيش ببلد إنه إن شاء الله عمرنا بنكون وآخر هم من الإنسان ما دكت تدحكي علي عون انت صدقتو بس نحن عم ندفع التمن أنا عم بسألك بالعكس أنت دي بكتية هلأ مع محور الممانعة ولا مع الصناق الشيعي كان عنا قضية كان في شي جمعنا كلنا سواه نوعا ما عم بتمسحي وراء الدولة هلواحد الخوف في يعمل ثورة ويعمل تغيير ببلد؟ اللي بيفتح معركة وبيخسر فيها بذكور بل كما كان قادر ما تكون هلأد واسئ من حالك أو حاليك إذا ما حدا إذ نوعا ألس واسئ منك نصيحتك للمبتدئين في المجال نروحوا بلطوا البحر بكل بساطة بعدك أنت إنسان متفائل لا في البلحات المستقبل لنوعين من الناس فقط لغير بس عم نرجع نتطلع أنه لأ نحنا ما مشي حالنا حجة الضعيفة وحجة الكزاب باي باي إلي خوري نعم إذا بطلب منك تعرفني عن حالك على طريقتك مش مثل ما نحنا نعرفك أوكي معروف أنه أنا بعمل إعلانات وبتعطى ميديا وأصص من هالنوع بس أصلي كاريكاتوريست أنا هيك بلشت حياتي بوليتك الكارتونست كان عمر 16-17 سنة اللي اضطرني أهرب من لبنين بايدوي من وراء الكاريكاتوري أنا تركت البلد من وراء الصحافة إذا برديك هاي واحد وصر لي أكتيفست عموضوع البلد والديمقراطية وإلى ما هنالك من وقتها يعني تقريبا حوالي الأربعين سنة ليش يمكن لأني أوبتومست وهيدا تصور أحد أمراضي يعني إن بريف هيدا هي لسه بلشت عمرك 16 سنة يعني أنتوا بالمدرسة كنت تحب ترسم كاريكاتوريست بالترمينال وسياسية صحيح لدرجة كمان أيام القوات الردع اتحموا السنوية اللي كنت فيها طررت مط من الشباك وأهروب وروحت إجري وبعدين جربوا يلقطوني يعني يفتشوا علي بإسمي بس ما كان في فيسبوك وقتها كانت أسعب والإخورة بيمرق الاسم كثير جون سميث يعني فبس في واحد من زباطهم مرة على حاجز يسألي محلك أنا بفل وين كنت بقية مدرسة؟ كنت بجديدة السنوية جديدة بتتذكر طفولتك وتتذكر هاي الشو كانت كتير تحلم أنا بتذكر حتى كيف بلشت الحرب اللبنانية بلشت قبل 75 بلشت قبل بسنة سنتين عندنا بالحي كنا نقلنا من الأشرفية على الدكوينة على السلاف السلاف كانت وقتها شي متل سوليدار يعني السوسيتالي بناز كانتها مدل كلاس شوارع عريضة وبنايات مرتبة غيفة والأشرفية صارت غالية فانا قلنا لهنيك سوءة أرلي ايج عم بحكي شي 12-13 سنة بلشوا المعارك مع منظم التحرير بين الجيش ومنظم التحرير ما كان في شي اسمه ميليشيا وقتها ميليشيات وحضرت المعركة لحين اندلعت أوفشيلي يعني بالخمسة والسبعين سوائع عليهم كلهم وشو اللي بيخلي واحد من عمره 16-17 سنة جميلة بينجروا الشباب على السياسة وهايك بس شو اللي كان اكتر شي يعني لقلق كان الهدف صراحة هو الكاريكاتور كان عبالي يصير اديتوري الكارتونيست وكان طبعا انفاتشويتد بفيو ارتستس بالبلد متل استافرو متل بيير متل متل وعندي كان انفاتشويتشن مع فرنش ارتستس ومع امريكان ارتست فكان عبالي يصير هيك كاريكاتوريست بني هذا كان كل هدفي بالحقيقة اول كاريكاتور حتي تفتذكرة ايه بالدبور بالدبور اصلا اللي علمني استافرو اللي قعد تحتو تافهم شو بيصير كان استافرو وقتا الشي عملت شي كاريكاتور عن الدبور تعرفي الجزرة بقى حطيت واحد سيء احمار مددلو الدبور وعم يأكل الجزرة يعني قلبت القصة بيخة طبعا واحد عمره اربعة عشر سنة خمسة عشر سنة هيك شي وقتا خلصت مدرسة رحت عجامعة رحت عجامعة بالكاسليك بس كان وصلوا رائع عاميركا لانه انا صرت وقتا لازم فل من البلد ليه لازم تفل؟ من ورا الكاريكاتور شكرا اجوا المخابرات فتشوا علي مرتين ثلاثة ايه ولا هوك بحقيقش ثلاثة اربعة ساعات يعني اقل شوي امكينش ساعتين بس الوقت طبعا وقتا بيكون هيدا وصراحة انا وفاليل بيقلي واحد من الشابي باقتو الظابط اوشي بيقلي يبدو عليك شاب طيب انا محلك بفل سو رحنا عالبيت وقلنا للا الوالدي بدون ما خبرتها لاش دخليك انت عم بتنقي عنديك تيكت باك تعطيني ايه وينو هيدا التيكت سو كانوا اجوا رائع على اميركا وراحت اعملت اليونيورسيتي باميركا قدي بقيت باميركا عشر سنين شو اللي رجعك عالمين بشير جميل رجعت اجا لعندي ابو ارز بيقلي اللي يلا قوم ضبك لكيشاك بشير بدو يترشح طبعا ما صدقت بالاول الى ان شرح لي المعطيات وكذا فانا وقتا كنت لا تتحكي كان عمري 21 سنة كنت رئيس تحرير رئيس تحرير يعني والكاريكاتوريس طبعا جريدة للدياسبورة اللبنينية اسمها الاتحاد كان وقتا صوت صوري واحد انا كنت وقتا قلبس جلد اسود وعن شوية بانك يعني تفوتى عم بيكتب مقالات بالعربة وصص منها صوت وزويرد لتل بيت الزفاديك بس ايه كانت اجواء الجبهة اللبنينية كلها تيجي لعننا بس يكونوا باميركا وقال لي قوم يلا طاع انا في جيت ورجعت فلت بعد ما قتلو ورجعت عمريكا كمان انت وقب امريكا كنت عم بتطلع على اخبار لبنان وعلي عم بيصير لبنان كل يوم كل يوم كان شغلتي ومشغلتي وكنت اطلع على التليفزيونيات هونيك اشرح القضية اللبنانية وقد ما فينا كنا نعمل اللي علينا وطبعا ما قفات ولا صيفية وبالتالي ما قفات ولا معركة كبرى يعني لسو المعارك الكبرى كنت حضرون كلهم ايه سائب كل ما اجي صيفية تكون هي المعارك الكبرى بالصيفية فحضرتون تقريبا كلهم شو بتحكي عنه بكل هالمعارك وكل هالايام الماضية يعني كل هالحقبة من السنين الماضية صراحة فيها حزن لصة لانه اللي بيعرف الوضع من وقته واللي خلقان بعيلي يعني انا ربيت بعيلي اصلا مختلطة بمعارفها وكذا بتصور متل كيف عيلتك وهيك كلنا كنا نحكي مع جميع انواع التواقف ومشارات جوزين من بعض والبدنية وقصص من هالنوع والجيران كذلك الامر كانت اجواء طبيعية يعني طبعا كان فيه مشكلة منظمة التحرير واتفاق القاهرة بعدين بس ما كان كله هيدا مفروض يودى لحرب اهلية انه ورقة الاصلاحات الحركة الوطنية صحيح كان فيه تقال الدم وبيخة من الموارمة مفروض اكيد كله بيعمل هيك اصاص بس يا خي ما كان بدا نقسم البلد شقفتين او ثلاثة حتى ونروح ع حرب ونقتل بعضنا ونرجع بعدين نشتلي انه ما كان الى طعمة كل القصة ما فيه مسيحي بيقوم بده يقتل مسلم ولا مسلم بيقوم عبكرة بده يقتل مسيحي هولي قصص تستعمل بالسياسة بس هاد اللي عبولنا براسنا انه المسيحي والمسلم والطائفية والمذهبية اللي منصير منكره بعضنا ومن عبولنا براسنا انه تصير هي القضية السياسية بيستعملوا يعني استعمال الدين بالسياسة هيد الوسيلة اللي انا بيعتبرها اخطر وسيلة نحنا بلبنان بيستعملولنا اياها تنفوت بحروب مية بالمية رح قلك اكتر من هيك ما في شي اسمه انه قانون علماني بيقدر يمنع الطائفية اهم دول العالم العلمانية من امريكا لا اوروبا بس طلع العصب الطائفي شو نفعه الاوانين ولا شي هوليك حاملين عشوية صليب الصليبيين وهوليك عشوية رح يعملوا المعكوف طبعا الناتزي الاوانين ما بتودى لشي ثم انه الطائفية حالة خاصة اجتماعية خاصة تستعمل عنا بالسياسة فقط لاحظة كمان وهون اكيد رح انوصف بانه يعني منحاز الممانعة هي لتستعمل هالشي بردك لخطابات الجبهة اللبنانية اللي هي مبدئيا مسيحية مارونية اللي بديك هيه صح؟ خطابات الجبهة اللبنانية الا بالايام الدقيقة وقتل كانت الامور على الاخير كانت موضوع لبنان موضوع لبنان كله بس ما كانت موضوع انو المسلم بدو يكلنا والمسيحية حرام مدرشو السطون وصص من هالنوع بس الممانعة لتقدر تسوي مشروعها عطول بدا ترده للموضوع الطائفة هينا اليوم انت دي بكتياه هلا فيك جايوبيني انا عم بسألك بالعكس انت دي بكتياه هلا مع محور الممانعة او مع السناء الشيعي مع السناء الشيعي بينما هي ان ريالتي انت انت مشكلتك مع محور الممانعة لانه هيدا السناء الشيعي مغطيه ارتودكسي وارمنة ومارونة ودرزة وسنة وإلى ما هنالك هن بيجربوا يحاولوها لانه مشكلة طائفية لاحظة هلا الرئاسة ياخي هي مشكلة طرفين سياسيين ممانعة ومعارضة لا بدي نقولولك المشكلة مارونية تيلزقوك جبران بسيل انه هيدا مارونة ياخي لا المشكلة مش مارونية او مسيحية هن ما بيقدير يعيش خطابون الا اذا تهمت انت واتهم البلد بانه طائفة هاي كل الصلاة وبالتالي تسعير الخطاب الطائفة الاهداف سياسية عند الحاجة الطرفين بيستعملوه بس في طرف بيستعملوا صراحة ببراءة لرد هجومات يعني ما هون كمان شو بين اليوم يلي عاش كل هال حكبة السنين اليوم شو بتقول للناس يلي بعدها عم تنجر بهالموضوع السياسة والمذهبة والطائفة والقضية والما بعرف شو يعني شو الحل اليوم رح احكي مع طرفين وعلما انه انا بعتبر حالة بيور علمانة يعني بس رح احكي مع المسيحي ومع المسلم المسيحي بده يبطل شوي هالقدة امفكر انه الدني كله وانه هو المستهدف هلا هو مستهدف بس ما فيك تحول كل الاخر لعدولة انك انت مستهدف بدك تقول مين مستهدفك مش بالمطلق ما فيك تقول الشيعي مستهدفني او المسلم مستهدفني او 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 لا بدك تقرر مين مستهدفك لانه ما في مجموعة بالمطلق مستهدفة مجموعة اخرى هاي للمسيحي للمسلم وهون بدي يكون صريح خاي بدي يقرر المسلم اذا المسيحي اللبناني اقرب له من المسلم السوري والفلسطيني او لا هاتهيم اكبر من هيك لاحظت خلال ستين سنة حرب او مشاكل انه عقلبه مثل العسل اذا بشار الاسد حكمه بس ما يكون ماروني حكمه تب كيف هاي بس لانه هو ماروني يعني بهو ابن بلدك ياه رح تطلع بدي يقرر المسيحي والمسلم انه خايب الوطن ابدا من حي الله خايب الطايفة او بالعقيدة ساعتها بيمشي حالنا هل قررنا هيك يبدو اغلبية يبدو ايه بس بعد فيه كمية محرزة لا تعب وليه هالاغلبية من عادرة هي تقلب القضية وتقلب التفكير وطريقة تفكير لبنان وتقلب القضية الى سببين صراحة وهون شوية كان عم عيد حالة بس لانه لأسباب السبب الاول انه المجموعات الديمقراطية الديمقراطية مثل حكايتنا عندهم شغلهم بالنهار وعيلتهم من عشية وبين الشغل والعيلة ممكن يتطلعوا بالسياسة ويعبروا عن رأيهم لانه ما خلقنا المير السياسي لبل اكتر من هيك ما خلقنا نقرى جراية كل يوم في كم حدا مثل حكايتنا بيقرى جراية كل يوم صح؟ سهول ما تتوقع منهم يكونوا منظمين وقدرين يدافعوا عن حالهم بشكل محترم بالمقابل في عنديك جهاز عقائدة طائفة عنصرية مركب ما عنده وظيفة بالنهار غير انه يبرر وجوده وبالتالي انا بريف يعني هيداك فول تايم انت بارتايم بارتايم ما فينا نربح المعركة بالالفين وخمسة لما حولنا هالناشطين الديمقراطيين لماشين تشتغل 24 ساعة قدرت واجهت رح نحكي هلا بالالفين وخمسة هون ملاحظة الله يرحموا سامير فرنجية كان يقل لي ما هو ليك بيوعوا من الساعة خمسة ستة الصباح هني وعم بيشتغلوا نحنا بينما نتغدى ونحكي سياسة بكون صرنا بعض الضهر مضبوط مضبوط خان نرجع نحكي حضرت انت كل هالايام والحرب وكل اللي صار انا رجيت على بشير جميل فليت رجعت على اميركا ورجع نجيت امتن بديك تتحكي علي عون انت صدقته صدقته هلا صدقته على فترة قصيرة بعدين بطلت شو شفت بميشال عون شفت انه عكس كل شيء يعني عكس بشير جميل نا وقته بالزمنات اه كان انه الحلم اللي ما قدرنا حققناه يعني بشير كان عم يوحيلك انه ممكن يكون هو البديل فطبعا تتحمس انت شو جذبك شو جذبك ماشي قربه من خطاب بشير ماشي تاني اصلا ما في شي تاني بجذب فيه غير انه قصة خطاب بشير كان فيه حالة بتقول بلبنان وبعدها انه الجيش اللبناني شيء اخر الناس بتحبوه وحقه يمكن بكل هالظروف سو عنديك جيش عم بيحكي بشير جميل واو لقطة باطم لاين يعني مش اكتر تنعتم شويتوا بهالقضية كلكم سوا ايه بعدين اشتلعنا انه لا في شي تاني عم بيسير فبطلنا قصرنا نعض اصابعنا الى ان صار اللي صار وفات السوري على كل البلد واستولى على كل شي بالبلد وطبعا هيدا فينا نشكره ايلو عليه وهلا سلم مين فتح المعارك اللي ما قادر يعمل فيها شيء مين اللي قصم الشرقية وحولها انت واعيه على ايام التونال والمصايب اللي كنا اذا ما نروح نزور رعيبنا شو يصير اذا بيروح على شغله او يروح على عند صاحبه شو يصير وقتا هذا كله كرميل شو بتتعمي رئيس جمهورية هاي كل قصة بعدين اللي بيفتح معركة وبيخسر فيها بيسكوت بيعتذر بيعتذر من الناس مش بيضال يقول انا ربحان ولحقوني بيقول لا فت بالحات بعدو لهلا بيبدو يكي تلحقيه وانه هو الفهمين وكله ما فوتنا كلنا بالحات انت تعمل انت رئيس ما بيمشي لحوله عامل رئيس جمهورية وشو صار ما صار شيء فتنا بالحات يعني اذا بديك تقارني مع اسوأ رئيس جمهورية ترديشنلي بيتقارن ع اساس امي الحوض يمكن الاسوأ وين قطعوا بمجالات قطعوا بمجالات بس انه في كتير في اللبنان بيقولوا انه رئيس جمهورية مش هو المسؤول عن كل شيء وما خلو وما قدر في سلطة معنوية اولا ما حدا يخبرني اذا عندو سلطة معنوية بتسمح له يهز العصر بس بده لانه هو الحكم هيدا الدستور هاي واحد تاني شيء لقيت حالك ما قادر تعمل شيء من كل هالوعود اللي عم تحكي عناك انت وانت البطل وانت وانت بتفل مش بتنطر لاخر نار بتقلنا يلا روحوا عاج هنم باي باي لا ما توخزني يعني بعدين ما فيك تقعد رئيس حتى لو ما عندك صلاحيات يعني ادبيا واثكيا انو انت رئيس جمهورية شايفة عم بتهر ما بتعمل ولا اينيسياتيف ولا شيء غير انو تخبرنا قدي سهرك وقدي ما بصير شيء بلا رضا وقصص من شو عملنا اينيسياتيف واحد بلدك عم بيهر ما فيه بلك ما كان قادر عظيم او اقول انو خلاص يعني اعلون انو هيدا الوضع ما بقي يمشي صار بده تدخل عمول شيء حجة انو ما قادر حجة الضعيفة هيدا وحجة الكذاب ما عارف حال انو انو ميشي العون ما كان عارف وين فييت ما بيعرفون فردة فردة اسم الله والله ازيلت فردة 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 فجأة اكتشفت انو ما بينعمل شيء وليه ما بينعمل شيء تاعي شرح لنا تخلي يشرح لنا ليه ما بينعمل شيء مش من ورا السلاح اساسا ما بيسترجعوا له وحلتها السلاح بييد الحزب ما حدا عنده مفتاح هذا السلاح الا الحزب بس نحنا عم ندفع التمن ونحنا اللبنانية عم ندفع التمن وله هلأ الواحد بس يتطلع فوق الخيال انو الكل التفا اتفاق ايراني سعودة كل شيء بالمنطقة بيتغير كله عم بيتغير سوريا راجعت على الجامعة العربية بس بدت الوقت اللبناني بينمنع عليه الفياز وينما كان كل شوي بيسكروا عليه ما بقت فيك تفوت ما بقى فيك تاخد فيزا لمحال ما بقى فيك ما بعرف شو ما فينا نشاغلك لانه هيك طيب لبنان ولبنانة عم بيتفعوا اتمان اتمان شو يعني ايام الواحد بيقول اذا اتفقوا السعودية والايرانية يعني مشي حالنا بس عم نرجع نطلع انو لا نحنا ما مشي حالنا نحنا مشكلتنا نحنا يعني المعارضة نفسة او المعارضين كمجموعة ناس او او سياسيين مش معناتها كلهم لازيزين وبعقدوا لا في عنا امراض اجوجو بس على القليلة هولي ما يشكل مجموع البلد الغير عقائدة والغير عنصرية طيب بحديثنا نحنا فاقدين المنطي ما في القوات اللبنانية او الحزب الاشتراكي صحيح اغلبيتهم مسيحية والدروز والمستقبل كان اغلبيته والسنة وإلى ما هنالك بس اذا بدي فوت المسيحة او الدرزة او بيقدر يفوت ما في شي بالانون بيمنعهم انت بحزب الله ما عندك هاللعبة هاي انت أنجأ تكوني شيعية اذا مش شيعية كمان موافقة على ولاية الفقية طيب هاي دي شو هاي مش انعزالية وتطرف وتقوقع وعنصرية وطائفية ودينية طيب حدا شايفها الحكي تقنبر مع بقية البلد هاي دي ما حدا مش تلق له اللي انا بدي ايه بيمشي بس لانه معي سلاح خير منعرف معك سلاح بق انه بس لع دهرنا شقلة بس سلاح يعني صحيح سلاح ما قادرين احنا نحلو هيدا الحل عند الحزب وبدك تنطري لعلو شي نهار الحزب والصنائي وحولة فاقون اذا شي نهار قرروا انه العيش معيك اهم من قضاياهن المصيرية مع قولو سلاها نهار ما بتصور هني معتبرين القضايا لهاي الكبرى تبعيتون اللي انت شبه خهمك فيها اهم من وجودك واهم من حياتك وان شاء الله عمرك ما تكونة ادي بشي انعيش ببلد انه ان شاء الله عمرنا ما نكون واخر هم من الانسان اه اتز كتير كتير بش عالقصة بس كمان ما تنسى انه هني صحيح استولوا على دولة بس استولوا على دولة فارغة شو بتنفعون هلا الا هم الا اذا هلا اذا بطولون شديل انترناشنال عطوهم مصاري وجيبوا رئيس متل ما بدون بمشوا الحال شوي بس انه هلا عندون دولة فاشلة انما في مجتمع مدني بعدنا عم نحكي مين صلح بيروت مين عميل مين عميل المجتمع فنحنا مش عايزين الدولة خليلون اياها خليها تهر بسنانهم وبين ايديهم وبحضنون دولة خليلون اياها لانه اصلا مش عايزينها كيف مش عايزينها ما في مواطن عايزها ريلي هن بدون مشوا امورهم هن بكرة بدون خلصوا معاملات السرقة طبعهم فبدون مجبورين يفتحوا لك الضمان ومجبورين يفتحوا لك بزارة الميلية لتخلصي ورائي سو هن مش بورين يكملوا شغلهم فبالتالي انت بك تستعملي مكانتهم مطرح اللي مضطرة تستعمليهم ما يقدمو لك غير انو عم بيسرقوك غير انو عم بيودوا البلد لمهوار جديد واخر واحدة اللي هلا بديك تعتلي هما هي وحدة الساحات هايدي هايدي دليل انا برأيي كيف بنفهمها هايدي وحدة الساحات يا اما مزروك المحور وعم بجاربي يطمئن جامعته انو بعده بالقصة اساسة سو بيبعث ميسجز من هالنوع يا اما مزبوطة يا اما عم بيخبرك انو مش بالضرورة اتفاق بيجينج يكون لصالحك بس حلو هو عم بيقلك انو بعده جنوب مشترك بيننا وبين سوريا وايران والعراق وكل الدنيا وفلسطين طبعا غزة قرر هو انو بكرا الحزب الاومي بيعمل تدريبات بجنوب بيعمل تدريبات عم بيعمله قرر انو هلا انا بيهبري يمكن حشر شوي قرر يعمل حفلة متل حفلة الحزب تيبين انو هو مقاوم بس بكرا بيطلع ليك حزب البعث وحزب البطيخ وحزب الأصفر وحزب الأحمر وشيرو يقولوك نحنا ما نقاوم اسرائيل وبترجعي لفتح لاند رجعنا لفتح لاند للأسف حماس مين خليها تعمل عملياتها من لبنان حماس اللي بقلب غزة عم بسبولها اللي بقلب غزة الفلسطينيين نفسهم مش طايقينة دولة فارغة اليوم ما عنا رئيس جمهورية ما عنا شيء المصريات الناس راحوا بالبنوكة حتى مصارف ما بق فيه يمكن حتى السقة انو واحد يرجع يحط مصاري بالمصاري وهي دي مش رح تحصل له ما بعرف قداش كم سنين يمكن عشرات سنين يمكنه حتى اللي عمرها خمستعش مش حتيش عط حط مصاري بالبنوكة بلبنان بس بزد الوقت منشوف لبنان الناس كلها صهران المطاعم بتاك تقلي عشر عشر عشرين بالمئة من الناس بس كمان رجع لبنان هول بيطعمه السبعين تمانين بالمئة رجع لبنان اللي عم نشوفه المطاعم والمحلات والسياحة انو السياحة يعني البحر وكلو كلو متأملين انو يجه قديش سواح بلبنان هالسنة مليون ونص مكان بالصيفية ظاهرت هاللبنان بلا دولة دولة فارغة ما في رئيس جمهورية ما في قرار ما في حكومة ما في حاكم مصرف لبنان بعد شهر صراحة عنا حلين يا المواجهة المواجهة مكلفة وطبعا رح تقلب دموية لانو حتى ازا انت ما بدك اياها دموية خصمك بيحولها لدموية انو تايم يعني بتناسبه جدا وبيعملها يا اما هيك يا اما اس دي ساي ان انجليش ويت اتاوت سليب اتاوت انت الاقوى بالنهاية كمجتمع انت اللي عندك الادوكيشن انت عندك الناتورك انت عندك الدياسبورا وبالتالي عند انت عندك الاقتصاد مش عند الدولة الدولة كانت ممشي اقتصاد ممانع مع اقتصاد ديمقراطي برهنه تفشله يمشوا اقتصاد ممانع لوحده يعني عم نشوف النتيجة ما بيقدروا يكملوا رح يفوتوا بالحيد ونحنا وراهمن نفسه الحال نعنون بقدر الامكان متل ما حاليا عم نعمل الجميزة والمناطق اللي عم بيزروها الناس بالصيفية هلأ مين زبطها هني زبطوا حالهم هني عم بيستقبلوا هالناس وبالنهاية هني على اخر ايامهم الممانعة على اخر ايام تقنيا اليوم او بعد عشر سنين هيدولي شي مش طبيعي مرح يضل الفين وخمسة انا بتذكرها وبيعتبرها من اهم المراحل او كنت بتوجع كتير طبعا وبعرف الدور اللي كان قالك ايه بالالفين وخمسة يعني وبتذكر لك عم خبرك انه بتذكر هالأيام وصهر الليالي وكان فيه يعني كان عنا قضية كان في شي جمعنا كلنا سوا صحي كيف كله طليع خانا ارجع نحكي عن هالحق ابي اللي هي الالفين يعني اخر الالفين واربعة بداية الالفين وخمسة كيف صارت وكيف يعني انا اليوم بتسألني بين الالفين وتسعتاش ثورة نحنا بالنهارة اعتبرناها انتفاضة مش ثورة اه الفين وخمسة كانت ظاهرة تانية اه بطريقة تانية لو بالالفين وتسعتاش اكيد فيه ناس نزلت عشرية لانه عن جد عندها السرخة بس فيه مشهدين كانوا بيختلفوا صحي خانا احكي عن هالحقبة واللي صار كيف قدرتوا كل هالناس تنجمع على طاولة واحدة صحيح يكون فيه هالقرار القرار الواحد يمكن اكيد مع كلش ما فيه اختلفات وناس ضد بعضة يمكن بالافكار حتى من اقصى اليمين لأقصى اليسار كانوا يعدوا على نفس الطاولة من الاجيال كلها من الشباب اللي كانوا بالخيام اللي كانوا يميجوا يعملوا هون ترينينج بالنهار يعني كل هالامور كيف كان هالقد بنظمة تنواحد يوصل الاهداف وين اليوم لالفين وخمسة من اليوم انا بقول وين كنا وين صرنا مع انه لقالي خسرت بيه اللي عطى حياته بس لقالي كان بعد فيه شي تاني فيه ومعنى صحيح اذا بتتذكري ببدايات الالفين وتسعة عشر كان فيه حملة على ما يسمى الاربعة عشر اذاريين كل اللي كان يذكر بانجازات الالفين وخمسة كان يكلقتله انه انتو فشلتوا ليش لانه بدون يربطوكي بالسياسيين هني ما بيعرفوا انه اغلبية الثورة ما كان خاص السياسيين فيها بالعكس اجوا متأخرين عليها اللي فتقدناه بالالفين تسعة عشر صار لمدة من وقته انا بقوله هو اللي صار بالالفين وخمسة او الفين واربعة حتى بالالفين واربعة بلش حديث بين شخصيات محترمة من ما يسمى الحركة الوطنية سابقا طبعا الاشهر فيهم هني السميرين سمير فرنجية وسمير قصير مع بعض الاشخاص الباقيين كذلك الامر بالمقابل ناس من الجبهة اللبنانية سابقا مثل الوالد مثل هيك ناس كنا عم نحكي بانه اوكي خلافاتنا على النظريات العقائدية مش وقته هلا وكان الاستنتاج هو التالي الظروف الاقليمية بتسمح انه نقدر نجرب نخلص هالبلد يخيل المشاكل العقائدية بيناتنا انت بدك عروبة اكتر او اشتراكية اكتر بالاقتصاد وانا بدي ايسوليجنزم اكتر وكابيتاليزم اكتر فاين هولي تفاصيل بس تعو نتفقوا لانه بلا عراية اهالي كسروان بلا الغريب يعني خلينا نشيل السورة وغيره من السورة ونتفق كاللبنانيين هيدا كان في حوال الحديث لما قعد اليسارة واليمينة حكيوا بس ببلد ما حكيوا بشي تاني كيف نعمل البلد يلبق للتنين نجحوا واتفقوا وصارت اذا بدك الخزعبلات او بالاحرى التكتكات السياسية كانت موضوع تندر مش موضوع يعني كنا نضحك انه هلأ اجوا جمعات اليسار الديمقراطية بدوني يعدوا يخبرونا عن اداليزم نكون مدري شو اجوا جمعات اليمين هلأ بدوني قلولنا انه فينيئية وما بعد يعني كنا نضحك على حديثنا نضحك على حديثنا الله يرحمه السمير كنت قل له هو يعيط لي الفنيئة الاخوات وانا عيط له الروم الضايع روم ضايع فينيئة اخوات هيك كنا نحكي مع بعض بس بتحبب ونكتة لانه عارفين بنا نخلص البلد هاي ما صارت بالالفين وتسعة عش ثم انه ما تنسي انه اللي ولع الالفين وتسعة عش مش الناس المحور كيف اول نهار كانوا المحور اصلا هني اللي خبروا الصحفيين والمصورين وين يروحوا وشو يصوروا ايا ساعة اول نهار واذا بتتذكري كانت دغري من بعد اجتماع لجبران بسيل مع حزب الله مع نصر الله وطلع خبرنا انه بده يقلب الطاولة على الحلفاء والخصوم وطلعين مستنفرين من الاجتماع يعني وبلشت بوادرة لليلتها او الليلة البعدة بانه بلشت عالطريق بعدين بسبب الوضع انقلبت مش لصالحون وبسبب كمان هجوم بعض الانجيويات واستعمالون للحظة بس ان ريالتي ان ريالتي حدا بلشها تاني كمي شو قل بالطاولة هلأ تحليلي انا ذاك قالوا المصريات ما بقى فيك تحاصصة جنبلات وحريرة والكل وحتى ما بقى فيك تحاصصة انترنالي بين المحور انا تقديري هيك حللتها يعني ما فيه معلومات انهم قالك الحزب خيخان زم اللي ممكن يستعملوا ما تبقى من المصاري وبالتالي ممكن كان يكون فيه تشحيل لخصوم وحتى تشحيل لبعض الحلفاء ما بعرف مين يعني من المعادلة من الاكويجن اعساس فيه مئة دولار ما فيه غيره كيف ما انتصمه ما بقى فيه هالبحبوحة اللي يادرين نوزعه انا هيدا تقديري كنت عم تحكي انه واحد يكون اكتيفست شو المعنى طبع الانسان يكون اكتيفست فيه نوعين من الاكتيفزم فيه السوشال اكتيفزم والبوليتيكال اكتيفزم هلا السوشال اكتيفزم انا بورسنلي ما بفوت فيها لسبب بسيط لانه بتساهم بحل مشاكل تكتيكية نوعا ما عم بتمسحي وراء الدولة الفوليتكال اكتيفزم وهون كتار بيدعوا انه هن اكتيفزم بينما صراحة ما بقروا جريدة ولا عندهم معلومات بس بدون ينظروا ومعتبرين حانوا مفاهمينين اللعبة متل هول بقلولك المشكلة طائفية بالبلد which is not هول كمان بالايام العادية الكم اكتيفزم بيبقوا معروفين بيبقوا خمسة عشرة اللي هن يا صوتون طالع يا صوتون وطي بالايام المشطبيعية متل الثورة صار كل واحد بيصير اكتيفزم كل واحد بيصير معتبر حاله وحقه بس كمان بيصير عنده رأيه ومش ضروري رأيه يلبق ع رأيك اعطيك اكزامل كتير بسيط الثورة بعدها لليوم او مجموعات السوار بعدهم لليوم ما اعلنوا انه عدوهم او بالاحرى خصمهم الاساسة هو الحزب علما انه اول اسبوع طلع السيد نصر الله وخبرون حرفيا ما فيقون تشيلوا رئيس حكومة ما فيقون تشيلوا رئيس مجلس نواب ما فيقون تشيلوا رئيس جمهورية شو عم تخبر السورة يعني روحوا بلطوا البحر بكل بساطة طيب ضلوا سنتين ماشتلقوا انه مين قالوا روحوا بلطوا البحر ما بدون يشتلقوا بيخافوا يشتلقوا حقهم بس هذا الوقت هل واحد الخوف في يعمل ثورة ويعمل تغيير ببلد؟ صراحة لا والدليل هل الثورة بتصير بلا دم و بلا قتل و بلا ناس طاعت حياته؟ خبر الالفين و خمسة خبرتنا اخرى رحيلك اكتر من هيك الخوف هو اللي قدى لاستسلام اربطاش ادار ما تنسى مجزة روفيون التلون شمال و يمين مادر بدي اقولوا شو اللي صار من وقت اليوم وصلنا لليت وصلنا تقاعص وفي بعض الحالات من السياسية مشا ما فوت بالقسامة اعتبروا انو خينا احنا امناتا كاندي ما بدي موت عائلتي كلها تموت انا ما بدي في ناس اعتبروا انو خينا هايدي المعركة مقلة نتيجة وبالتالي هانا اعمل بزنس مشكلتك ب ترجمة الواقعية لبراجماتيزم عنا شوي ضايعة براجماتيزم يعني بتعمل زيكزاك بتتوصل له هيدا لانو ما فيك تروح دقريب تفوت بالحيد مش بتعمل يوتورن هوني مستعدين يخبروك انو هو برم هالبرمي كلها هاي انو هو برمي براجماتيزم لا انتا عملت يوتورن حبيبي هون سو بدنا نتعامل مع الوضع ببراجماتية منطقية بمعنى انو بوجك اتل اتل كذب ولا كلمة بقولة صحيحة وحوار وحوار عالفاضة ما بيوصل لمحال بك تتعامل مع هالامور وتعرف ترد عليهم مش تصدقون لانو خلص فقط كل مقوماتك بوجه بوجه اللي انت بوجه كنت عم تحكيني عن الاوبتميزم بعدك انت انسان متفائل سبب تفائل يمكن الو علاقة بشخصيتي واللي هي ممكن يكون فيها مرض ما بس كمان فينا اذا بدي يفوت عليه منطق يا اختي بعدنا عم بقلك نحنا عنا العلم نحنا عنا النتورك نحنا منتشرين هلا هلا انا حضرت الهجرة الايرانية بعد الشاه على لوس انجلوس هلا من بعد ما بعرف كم سنة صاروا بفوتة عالكونغرس ما فيه اللبنانية بتلاقي ستة سبعة بعد ما فيه ايرانية بمواقع قرار كبرى بامريكا لانو نحنا عنا هال عنا هال موجود عنا نتورك موجود عنا مصاري موجود عنا علم ونحنا اللي هلا مهدين الوضع رغم كل الظروف اللي مفاجأة صراحة هي مفاجأة ولا لا لانو هالتعاضد بين الدياسبورة وبين الداخل هو اللي عم بخلصنا واكيد انت بتعرفي كم ميدل كلاس عم بيساعد كم واحد فقير وكم واحد غني عم بيساعد كم ميدل كلاس ازوال سو كله عم بيحاول يساعد بعضو ما بعرف قدي بس طبعا هيدا مجتمع حي وهيدا بلد تاريخه وعراقته وجغرافيته قبل كل هاته وجيت اصلا قبل كل الحديث الطائفة وقبل كل الحديث القومجة والعنصر هيدا في شي اسمه لبنان صار له الاف سنين تعترف فيه ولا ما بتعترف فيه مشكلتك بس هيدا حقيقه موجودة وشعبه موجود شكله بيختلف مع سنين انما عنده عنده نفس الدي اي اي اللبناني بفل لما بتعلق صح؟ وبيرجع لما بترو هيدا ما بتحسيه هيدا تاريخيا وضعه مجبور تهروب مكتب لنا نروح ونجي ومكتب لنا نتعذب لاننه حجمك حجمك ما سمح هون اذا تسمحيلي كمان احد الكتب مؤخرا عم بقراههم عم بيحكي عن الامم الصغيرة كان اهم كبيرة كيف تتصرف طلع انه هيدا الاتهام هيدا اتهام الفينيين في انه كانوا او كنفدرالية حتى اللي هيدا ضعا فطن بالعجس تحليل هيدا المؤرخة انه كل الدول اللي كانت مقلفة من منطقة صغيرة مثل اليابان أنا ذاك اليابان ما كان بدون حدا يسمع فيه قبل اضطروا يقصموا حالهم لأنه لما يهاجم عليك العدو إذا شق فيه وحده بيبلعيك دغري إذا بتعملي مثل بيصير واحد مع هيدا واحد ضده بس الملفت للنظر مثل 2005 لما يضعف هيدا الخصم بيرجعوا بيجتمعوا عليه أنا متوقع أنه اللبنانية يعملوا هيك من كل التواقف لما يضعف خصمون يرجعوا يتوحدوا عليه ويخلصوا منه رح يرجع معك على الكرياتيفيت نعم نرجع لورا هلأ كمان بلشت من أمريكا تعلمت بأمريكا بلشت كاريكاتور بأمريكا كانت كمان باشي خصوا بالسياسة عم تقلي جريدة مجلة بأمريكا لبنانية صحيح كيف انتقلت للكرياتيفتي كيف انتقلت للي وصلت له اليوم كيف انتقلت للاعلان شو كان فيه قبل ساتشي يعني من بعض الاعلام كيف وصلت على الاعلان للي وصلت له نبنا نحكي شوي عن عالم هالكرياتيفتي ووين هو اليوم كمان على رأسي هلأ أنا لأنه أصلي ميديا جورناليزم برسي كان طموحي أعمل مجلة وهذا كان طموحي وبالتالي نجحنا بالسبعينات مع ستافر ونطلق مجلة اسمه سكوب طالعنا يمكن شي ثلاثة أربع عدد رجعت أنا بتحب سكوبات ايه أكيد طالعنا شي ثلاثة أربع عدد رجعت أنا هربت عاميركا عايش بتروح وبتجي وبتهرب تماما حسنا حسنا جربنا نعمل صحافة كنت عم بشتغل كمان كاريكاتور بـ بيفرلي هيلز لصحف محلية وهذا كان ماشي الحال بس اشتلقت هوني سبب كتير بيغ انه الصحافة مبتعم يخبز مثل ما بيقولوا يعني بعت الروح تبعي للشيطان قلت خليني أستعمل هاللي بعرفه هيدا للمعلن وبالنهي بكو عم بعمل خدمتي للإعلان بشكل انه عم بأمن له مدخول يعني فبلشت وخاصة اني قوي بالجرافيكس وإلى ما هونيلك وبالآرت وبالكتابة سو انتقلت للإعلان هيك فجأة التجاري بحظي والله كتبت أول كوبي بالإنجليزي ما تصلحيت عملت أول إعلان كتير مهضوم عن أخذ أعجاب بجينا على لبنان فتحت شيء اسمه The Agency وقتها هيك شركة صغيرة كانو شيء سبع ثمين أشخاص خلال ستة شهر صرنا يا لطيف على كل لسان متل ما بيقولوا وإز صاروا يجونا عروض المرجرز انتر ماركتس الله يرحموا رمزة نجار ثم وآخر سو وقتها إزا بدي كان في ليو برنات يعملوا هلأ صاروا شو صار اسمهم هلأ قبل كان اسمهم H&C سوري كانوا يمكن الواحدين اللي عم يعملوا إشياء حلوة بقى جيت أنا حبيت التحدي وقلت له لفريد مرة قلت له أنا جيت أتحديكم في طريقة جيدة قررنا إنو ننفض الاندستري إزا بديك طلعنا إنو ننفضينا بلبنان وبشر الأوسط كلو بسبب مبدأ واحد صغير كنت ممشى لكله إليه إنو كرياتيفيتي إزا أبستركت في أول شي لكواليتي بتحفوظ لي إليه إزا فكرتك مش كرياتيف منبحث فيها بعدين أمن هيدا المستوى بعدين منبحث هاو كرياتيفي تكن قد أم بخبري كلهولت أقلك إنو بين الميديا والإعلان بالنهاية إتس كونتنت إتس كلمة وصورة بيشبهوا بعض بس صراحة مش يعني الكرياتيف المعلن ما بيزبط على الصحافة والعكس ليه؟ جربت كتير مثلا جيب صحافة أعملوا كوبيرايتر لا أنا بيحكم كان بس بالمعلومة بالإنفو بيكبوا مع طريقة تفكيره وطريقة ما بتنجح حتى نقي صحفي عنده هيومر مثلا كله يصفي فرد شأفي اليوم العالم كله ماعتبر حاله كونتنت كرياتر يعني من الصغار للكبار من عمره عشرة للكبار وكله على سوشال ميديا هلأ خلان بلش بالإندستري وقت كانت هايدي الجولدن ايج أيام الذهبية طبع الأعلانات والكيف كان يطلع الإبداع وشو يعني كونتنت كرياتر بالإعلان شو الفرق بين الإعلان والإعلام وكل واحد الكونتنت كرياتر هلنجح نحكي اليوم إيامنا شو اللي عم بيصير والأولا الريتر طبع الأعلان عنده أو الكرياتف طبع الأعلان والدزاينر أزوال عنده شي هدف واحد هو البطوم لاين هو هدفه من كل القصة اللي انت عم تخبرية يستنتيج جملة واحدة انت شو هدفك من هالمسج ويترجملك إياها بشكل الناس تحبو وتعتمدو إجمالا استعمال الأشياء المعهودة من الناس الكلمات اللي بيتعاملوا فيها أكتر شي هي من الأنجح عادة لما بتلاقي مثل شعبي مثلا لابق على الكلمة وبيتطبق إلى ما هونيليك سو إذا بدك هيدا الكرياتف هون شغلته لتجد الحديث فحو الحديث المورال من الحصول بالميديا إنها مختلفة معك مجال عندك مؤدمة عندك صلب الموضوع وعندك المورال من الحصول هونيك أنجا معك جملة لتخبري كل هول سو بتختلف طريقة الرايتينج بتختلف الأهداف الصحفي بدو يخبرك ويعطيك معلومات هيداك بدو يعطيك استنتاج هلا شو صار بالإندستري صار بالإندستري إنه وسائل التكنولوجية جديدة أدي أثرت هالوسائل التكنولوجية كتير بمعنى هلا انتبه مش بيش الخطر مش هون أثرت بمعنى إنه أنت كصحفية أو بالأحركة كوسيلة إعلامية صار في واحد يكون انديفجول برح شفنا شو اسمه تاكر كيف ترك فاكس وراح دغري عمل بلوغ على تويتر دغري لأنه صار في مجال يعمل هيك ما بق عايزة انتنت وايكوبتمينت ما بق عايزة اللي كنت عايزتي تيكون عنديك يا جريدة يا حتى ويبسايت يا تليفزيون اليوم فيك تطلع تقريبا تقريبا بنفس الفي بس ع تويتر انت ع تويتر اليوم نانشط اي بس أنا بس كصحيفة اليوم فيها تكون اليوم ع تويتر عادي يعني مثل هيدا اللي فال من فوكس والإعلان صار فيه نفس الشي بمعنى الميديوم تحول لشي ديمقراطي مما كان قادر يستعمله وبالتالي اللي كرييتيفي كمان تحولت لشي ديمقراطي مما كان قادر يستعمله هلا في فرق كبير بين مينستريم وبروفيشنل وبين سوشل ميديا هول رح يحافظوا ع حالون وعطيكي اجزامبل نيويورك تايمز بدعت بالتحول لل لل الديجيطال وفينا يقول لك ليش اجتلقوا انه اللايبرري هي المهمة بالديجيطال اول ما نقلوا على الديجيطال نقلوا كانوا بس اخر اخر عدد يحطوا ليكي لما حطوا كل الاعداد السابقة ولعت ليش صار انتي فيكي تعارفة مثلا اي كتاب كان نمبر ون لاستير صار في يعني عم تطيكي معلومات ريتش سو يس البروفيشنل الميديا بعد الى دور بس بدت تعيد النظر بدوره متل ما التليفزيونيات هلا ازا ملاحظة عم بيتحولوا لبودكاست او اغلبه صار بودكاست سو هيدا التحول مجبورين فيك ازا بديك مينستريم ميديا السوشايل ميديا سوف تختلف انشأنا ام أبينا بس ما حتاخد محلنا بتدعي بتاخد محلنا ونحنا مندعي مناخد محلنا بس هاي شي وهي شي شو بيفرق بيناتهم راتيكي لان اليوم كل واحد صار ما اعتبر حاله محلل سيئيسي كل واحد صار خبير اقتصادي كل واحد صار ما اعتبر حاله بيفهم بكل شي كل واحد صار ما اعتبر حاله خرج이 عامر رئيس جمهورية ورئيس حكومة ووزير وكلنا فطاحي لهذا مرض يعني هذا مرض أصلاً موجود بثلاث ربيع العالم بس نحن عنا مركز مثل نيدو عرفت هيك مركز هلا السوشال ميديا نفسها هي عملية مع مين عم تحكي والميديا نفسها مع مين عم تحكي إذا بردك للعهد القديم بالميديا كنت تتفاجأ مثلاً الهارلد تريبيون فيها أسمى لك الصفحة لجوتشي والوي فيوتون هالقدي وكل اللي بقروها يمكن بمطارات يوروب كانوا عشتاليف شخص بركي عم بحكي شو ما كان الفرق إنه هول عشتاليف شخص قدرين يشتروا الساعة هاي سو مثلاً هاديك نهار كنا بمؤتم اللي كنت فيه في أحد الوزراء سأل سؤال سرخيف إنت قدي عندك فولوورز فترضي عشرتاليف أو عشرين ألف خمسين ألف اللي هني برسس حدا تاني عندو شي ثلاثمائة ألف يا موسيو إنت الزكي هل سألت مين إني الثلاثين ألف اللي بيسمعوا هاي ومين إني الميتان ألف اللي يسمعوا هونيك الميتان ألف يمكن هوليك كلن مقلك فيون بس هول بدك يسمعوك بس هول بدك يسمعوك لذلك لا يحدث في ذلك الوزراء بسهل على من يكون الميتان ألف اللي اللي ما بيفهم المصلحة مثل حضرة الوزير بيفكر القصة أرقام عندي مليونين فولوورز بس شو بيعملوا للمليونين فولوورز إذا هني منون شي هالمليونين غير أصوات وبالتالي من أنت تتحدث عنه يصبح الأمر أفضل تكر بفوكس قرر أنه هو جمهوره لوحده كيف وبالتالي طلع بوج محطة بأمه وأبوه عبر تويتر بس ويمكن ينجح الإعلان اليوم بعد إلو دور؟ سؤال صعب صراحة إلو دور بس صار دورو مختلف فين يقول حوالها 60% أو 70% عما كان يعني ما بق فيك بس تعملي إعلان صار بيك تعملي جيم صار بيك تستعملي كل التولز اللي بيستعملوها الناس لتوصلي فكرتك والذي بخير هلأ ناس بيبعطوا فيها بس الفرق إنه ما بق فيه إذا بديك بديك كتير تغيرت كانت الإعلان كان فيه كونتنت بيجذب وبيبهر وكان فيه معنى كل شي اليوم صار سطحي كل شي اليوم صار في كتير قصص صارت سطحية صار بده هيك كتير على الخفيف مش لأنه بس الناس بدون هيك مثلا أنا اشتلقت شغلي أنا بعمل كتير إنه جمالا الشورت وانز مفروض يكونوا الأكتر عملاحز إنه اللونغ وانز عم بياخدوا أكتر ليه يبدو إنه الناس بده تعريف لذلك لذلك ما فيك تطلبي من إعلام يكون صحة وشاطر ما زيل ما عنده مدخول مواحد ما فيك تطلبي من صحافي يكون إكسابشنال إذا أنجا عم بيقض مواحد وإذا منيح ديجا قريدي دبر حاله أو دبريت حاله ساموير ألس أنا من بعد الانفجار مثلا ما سمحت لحالي أقول ولا لحدا من شركتي إنه بقى اللي قال عنده شي فلا كله الله معك سوف قدنا كتير تالنت وإذا في تالنت هلا ما مستعدين نتفعلها اللي اللي لازم نتفعلها تتعمل اللي لازم تعمله شو أحلى حاملة بتتذكرها أنك عملتها؟ عاطفيا طبعاً طبعاً عاطفياً إنما صراحة ما في فايبرت ما في هلا في إمباكت في يعني إطلاق مشروع بيروت وقت سوليدار في إمباكت اللي علاقة بتوقيف التعليق على الكهرباء في لبنان بعد الحرب الانديبندنس أو 5 وبحب الحياة كيف طلعت الفكرة؟ انديبندنس أو 5 كنا عم نحكي كنا بمكتبة أنا والساميرين فعم نحكي كانت بالألفين وأربعة ما كانت بالألفين وخمسة بها دوية كنا عم نحكي إنو عنا انتخابات ألفين وخمسة هونيك الأجواء الدولية صارت بتوحي إنو قادرين نواجه ليش ما من أسس للمواجهة خلال هاي الانتخابات ما كان في بعض اغتيالات سو هنو عم بيحكوا عادنا نطرح الأهداف والشعارات طبعا كنا تقدمنا كتير بالحديث تبع حركة وطنية وجبهة لبنانية وإلى ما هونيك فهنو عم بيحكوا أنا عم خرطشتهم هاي انديبندنس أو 5 هلأ القصير اعترض عأساس بدو أنا كنت كاتب الاستقلال 05 هو بدو إياها استقلال 05 أو العكس نسيت وإنو ليش 05 قلتلون هيتركوه علي أنا بعرف ليش والسبب كان كتير بسيط أنا بعرف إنو اللبنانية تحمسوا كتير على ثورات وفاتوا بالحيد فكان هدفي يخبرون إنو هاي دي دادلاين يعني هالمرة يو كان اتشيف سو 05 تسجلت براس الناس إنو عنا شي نعملو هالسنة وإنديبندنس إنتا هنا آخر شيء إندبندنس بدل أو استقلال بدل الاستقلال سو إذا بدي كان نتيجة براينستورمين مع هالشخصين وطلعت وقتا حب الحياة بعدين حرب تموز كانت ع نفس الطاولة تقريباً كان في أنا وسامي نادر وكان في عم نعمل براينستورمين كل واحد يطلعوا فكرة عفز سامي قال يا خيب زقنا السياسة ما نحكي عن بدنا نعيش بدنا حياة بدنا كذا طلو هياها ركامي رسمتا دغري سور بلاس I love life أنت بكل خطاباتك الجريئة أو اللي بتقوله جريئة بكل الكمبين وكي معروف يعني بالألفين وخمسة أنه أنت كانوا يسموك على شوي هذا القاعد ورا الكواليس اللي داير الدنيا ما كنت تخاف؟ ما كنت تخاف أن الموت؟ بذكرك إنو سامير اغتيلوه على طريقه على طريقه same apartment that we all sat down remembering your father that same night he was on his way to my apartment and we all sat down طبعا أنا استدعيت لأشرب قهوة بالأمن العام كل هول بس شو بتعمله؟ منسكوت؟ هلا قررت أنا إنو مني مجوز وما عندي أولاد وبالتالي مسؤولياتي حصرتها تسمح لي شوي بشجاعة أكتر من غيري وبالتالي إنو أنا كمان أخوات وما بسكوت فهول كلهم عبعضون بخوفوا بس عندنا حل؟ ما عندنا حل ما عندنا حل الله يرحموا بقيك كان عندو حل؟ ما كان عندو حل وسامير وكلنو ما عندنا حل هلا بعيد الشر عن كل هالناس وبفهم اللي ما بدو يفوت بهالمعركة خوفنا حياتو حقه بس خي ما فينا ننسى إنو في مشكلة كبيرة مشبورين نتعامل معا بصراحة حتى إيضا بصراحة لخصمك خلي يعرف مظبوط شو عم بتفكري وشو عم بتعاني مش لا تتحكي وكذب قدي كانت صعبة وقت كلمة واحد يموت؟ عم بترجع أنت تحضر صورته وجملة معه؟ في واحدة في واحدة من أجلسي في الشركة سيسو في واحدة على صورة بيك استعملنا نفس أرتورك سامير لما فتح الدوكومنت ما هني نفس السيز تنينيتنا بقينا إنو صارت إنو ما كان القصة إنو عم نخلي في شهده كل يوم أنا ويا ما ما قدرنا إنو ليك ليك وين صرنا يعني نعم نشيل صورة ونحط صورة إنو شو بكرة منشيل هاي ونحط غيرها هيك صارت إنو ما كانت قتل هيك كان صار الوضع نديش كانت بشعة اليوم للأسف أنا ما بعفز أنت عندك نفس الإحساس إنو الناس نسيت يعني في كتير ناس بعد تتذكرون بس في كتير ناس بعد الالفين دوستعاش ما عطوا حق لأولا واحد من هالشهده اللي راحوا وعرفوا إنو عن جد في ناس عطي الدمه وحياته كلمة القضية معينة اللي هي لبنان ما كان في قضية الواحد عنده قضيته الشخصية كان في قضية لبنان اللي كانوا كلهم مجموعين عليها ورح عطيكي إنديكيشن مهمة النهارل بلشنا نحتفيل بس بأربطعش أشباط ونسينا أربطعش أدار لأنو أنا ذاك كمان كان السؤال هل بس بدنا نعرف حقيقة اغتيال الرئيس الحريرة ولا بدنا نحرر البلد سو أربطعش باط هي بس بدنا نعرف حقيقة اغتيال الحريرة أربطعش أدار هي بدنا نحرر البلد صرنا كم سنة إحنا منحتفيل أو اللي بدون يحتفلوا أو بالذكرى بيتذكروا أربطعش باط مش أربطعش أدار بفهم أحباط الناس من أربطعش أدار أساس ماعتبرينها هي بقيادة السياسيين بينما هي ما كانت بقيادة السياسيين كان بقيادة الناس السياسيين بعدين أخذوا أيضا بس هذا شي طبيعي أنت رجعتي عجريبتيك أنا رجعت عشغلك كل واحد بيرجع عشغله بنهاية صح السياسة ما حمل المشعل مزبوط هاي مشكلة أخرى إعلان اليوم والناس إذا أنت بتنسح إذا واحد يفوت بدو يعمل إعلان على عالم الإعلان تنصحوا يفوت على هالعالم؟ يفوت على الإعلان أو حتى الإعلان أكيد بعدني بنصح كل بعدو الكرياتيف الكرياتيف إندستري بعدها هي أساس بالعالم هلأ صاري الديموكرايز يعني صار فيك تشتري مبيد بدولار وتشتري مبيد بألف دولار مختلفنا بس ما بيمنع أنه بعدو مبيد الألف دولار وبعدو مبيد الدولار حتى إذا تنسح المستخدمات كيف ننسح المستخدمات؟ كيف ننسح المستخدمات؟ يا عمي لما تعلمنا نحنا ما كان في جوجل كان أنجا نطلقت بكتاب نعمل عنه فوتوكوبي إذا القينة ما كان عنا وسيل نتعلم إلا إذا مثلا استفروا علمني كيف أمسك الألم تبالك there is nothing you need to do that you can't learn on the net there is nothing شو ما بديك بدك ترسوم بدك تكتوب بدك تعرف كيف تكتوب بدك تعرف كيف تبلش تكتوب كيف تزرر it's all up to you كيف بصير أنا إنسان ناجح كيف أنا بذبت صورتي كيف أنا اليوم I can market شركتي إن كل هالأمور اليوم صحيح بال2023-2024 إلي خوري شو نظرتوا منهم وشو بيقول صار وجودك الفيزيكال يعني وجودك التانجبل هيدا هو زيتو على وجودك الدجيتل يعني إذا منك موجودة مظبوط دجيتل يعني منك موجودة فيزيكال صراحة هالديواليتي هاي وأصلا رايحين على world of digital سو رح تنتهي الحقيقة عند الدجيتل أكتر من عند الحقيقة سو بهول ما في سبب ما في حجم لها الإيقانومي الحلو بإيقانومي الكرياتيف وبكرة الميتاورس وهول والتكنولوجي هول إيقانومي زمقلون حجم تريليونز و تريليونز و تريليونز و دولار كيف؟ كيف كتي يسيوا؟ It's endless إذا اشترها مليون واحد إن شترها عشرين مليار كعام إست victory سو ، اثار muscle بيعي سفر واحد سفر واحد سفر واحد بحيالة سعر ممكن therefore there is no limit therefore it's an economy that has no limit وما لا حدود. It all depends on how good you are. How? يعني شو اللي عامل هلا ناس عندهم ملايين الفولورز وفولورز محرزين. The quality of what they offer. الكلمة اللي بيقلوها مدروسة. الصورة اللي بيحطوها مدروسة. ما في شي بلا معنى. كلو قلوه قلو طعمة. وإذا في شي بلا معنى بيكون مبني على دراسات بس تيلبقو لكم حدا. So if you produce beautiful artwork there is no reason why it shouldn't sell any more. كيف الانسان بيسوق لشرك اليوم؟ عادي. Social media بكل بساطة. وفيك تعتمدد طرق الترديشنل يعني تشتري شوية Google Analytics وقصص من النوع. Depends on the size. If you're a product, if you're a Nike. هيدا لا أكيد هاي لواحدة ما بيمشي الحال. إنما if you're a middle-sized company or even a medium, you get to promote yourself on digital and on social media a Google and at a much cheaper price than before. It depends on the message. حلوة قوية إلى طعمة. حلوة قوية إلى طعمة. واضح إنه اللي عملها صاري في وقت عليها. People are not stupid. يعني النهار وهون عم بتحديكي حتى هيكي in public. النهار can become now. مثل نتفليكس. بس طبعاً بدأ investment وما اختلفنا. ما بتصور أفكاريك وأفكار اللي حواليك وأفكار أصدقائك مثل حكايتنا وهيك. عنا shortage بالأفكار. وما يمكننا فعله. لأنه إذا كنت تعرف كيف تحديد الإي آي بيحل للك مشكلة خمس أشخاص. نصبت. صحيح في خطر على اليد العاملة اليد مش الدماغ العامل في إشياء الإي آي ما بيقدر يحلها. في نكتي هلأ عنا بالإندستري إنه الإي آي رح ياخد محلنا. قالوا إيه بس مزبون مجبور يخبروا حرفياً شو بدو بكل وضوح وبالتالي ورسيف. يعني بدك تعرفي شو تطلب منه لهالي آي لا تتعاملي معه. وبالتالي إيه فيه تغييرات بس هاي تغييرات تاريخية متوقعة من إيام كارل ساقان حتى. ثانياً متافورس تنوصل للمرحلة اللي اتفضلتي فيها بعد كتير بكير. على الأقل على أعمارنا يعني. يعني عندك كوانتوم نقصة كوانتوم كمبيوتين لأنه متافورس بدو كتير سبيس. وبالتالي كتير سبيس يعني مشكلة إيكولوجيكال. لذلك كوانتوم كمبيوتين مفروض تحل مشكلة هالسبيس هاي ساعتها متافورس بيصير متعدين. سألت تشار جي بيتي يعطيني كم سؤال لألك هتشوف شو أسئلة تشيبس تشار جي بيتي هل من دول فاعل لكتاع الإعلان والتواصل في حماية الحقيقة في عالمنا اليوم؟ دايماً تاريخياً ولليوم لتمويل ميديا ديمقراطية حقيقية بده تكون تبويل كوميرشل إعلاني وقلا بتتسيس ما هي مكاومات النجاح في عالم الإعلان؟ أنا بعتبرها OCD بس هي يعني مش التالنت الدديكيشن ريلي الدديكيشن لأنه في كتير تالنت التالنت is she وبروديوسين an idea is another so أكيد الكواليفيكيشن تبعولي كن الأسس أهم جائزة بتعتبر أنه منحة لك بعد ما حصلت له يوفي بعد عندك شي بدك تجريد تشتغل عليها تحسن ايه هوبفولي in the movie industry بعد عبالة أعمل فيلم أو فيلمين هوليوود وإذا ربحوا ساعة تبقى بلاشتوا يون الأفكار موجودة بس كمان الأفكار موجودة بس كمان الأفكار موجودة بس كمان نصيحتك للمبتدئين في المجال لا تكون رح قولة بالعربية قلتها عند تلميز من كم يوم رح عيدها هلا ما تكون هالقد واسئ من حالك أو حاليك إذا ما حدا is no one else واسئ منكم رح اشرح بتشوف الجيل الجديد بفوت عنده كله ثقة بس هو الوحيد الواسئ من حاله أنا بعد ما بعرفك تقوسة فيك نصيحتي قلون هاي الثقة بالنفس ما بتكون مظبوطة إلا إذا في حدا تاني كمان واسئ فيك ثقتك بنفسك لوحدك لا تفعل شيء من هالثقة كيف تولد الأفكار؟ ما هو إذا ما عندك ثقة بحالك هالقد بتولد الأفكار لما بتنفذها بصير عندك ثقة بحالك يعني أياما بتطلع الفكرة ككرياتيف وبتروحي على تنفيذها وقلبك مقطوع مظبوط بتشرب قهوة؟ كتير كتير حلوة أو مرة؟ سكر وحدة والحياة سكر وحدة حلوة مرة ولا هلا ما بعرف إذا أنا المعي حق أو أصحابي المعون حق ما تجوزت وما جبتوا بيت بقى أصحابي بقلولي أنا المعي حق بقى صراحة ما بعرف فالحياة حلوة هيدا دايما اللي مجوز بيقول نيال اللي مش مجوز والمش مجوز بيقول نيال اللي مجوز واللي عنده أولاد نفس الشيء صحيح المصيبة ما فيك تعرف يا غير ما تختبرون سوفيني يقول إنو الحياة حلوة وسط بلبنان عم بيمرمروها شوي بس تستيل حلوة بعدك لما بتجزدري من عشية هيك بالحياة عندك بالأشرفية أو بتطلعي عالجبال بعدك بتنبسطي بشكل مش طبيعي هولي هولي حق بلوي وخاصة لواحد بهالعمر انت هل قد دايما ريئ أو عصبي بالشغل لا أنا ريئ جميلا هلا بس عصي بدك غير موضوع شو بصير يعني في رعب بس تكون قصيري جميلا وبالشركة بيحبوك أو بيعتبروك قاسة صراحة متل ما بسمع عايب قولها بس بقولوا بيعبدوني شو نجاح الإنسان الناجح أو مسؤول شركة ناجح الشغلة مش بالخوف والصلبطة بالإحترام والمحبة طبعا إذا عم بيشتغل واحد شو بعرف نبيشي ميكانيكي يمكن يكون عايز بس عصا من حديد بس بمطرح كرياتيفتي تفكير وناس مرتاحة لا المحبة والإحترام شو بتنبق أصعب بإيام حياتك أو بس كون بموقع كيف سعر؟ باخد زاوية باختفى باخد زاوية لأنه وحيد الوحيد بيتعلم من هو صغير كيف يواجه الحياة بالزاوية تابعته طبعا يعني أنا مثلا صندي لوحدة موسيقتي وكتبة قد أكبر مشروع سوقي أوقات باخد زاوية لأنه بكون ما قادر غير باللي عم شوفه أصعب لحظة بحياتك مؤخرا وفاة أمي من خمس سنين أخرى يعني طبعا كلهم علاقة بوفاة أصحاب بس ما في شي أنا يعني أنا صار معي أنا فيني أقول شو بتحكينا عن ويدتك؟ والله ربيت هي بإيام هلا عم بيحكوا عن ويمين إمباورمنت ربيت بإيام ما في شي اسمه ويمين إمباورمنت مرة سنجل عنده ولد صارت تكتب بعدين سوب أوبراز للتليفيزيون ابتداعا من شي يوستو بي سيمسترس هلا عنده كان هالشعطة الكرياتيفتي مش عارف حالك مع مين عم تحكي عرفتيها هي طبع اللبنانة يعني فحولت علي إنه ليك ما تخلي حدا يقلك شو تفكير أنت فكير متل ما بدك بعدين الملفت إنه أنا زاك حدا تقلي له بدي أعمل أرتستي شجعك ما كانت العادة كان لأ بك تعمل حكيم أو محامة لأ هي شو بدك قلام هاي قلام وراء هاي والأحلى من هيك وكلتني أعمل ديكار مسرحيتها وأنا عمري 14 سنة هالآن دعطتني إني فأكيد بحفظ لي إياه حلو نحن يخد سالفي هل اليوم بفرجيك صورتك أدي بتعتبر حالك راضي عن حالك وعن نفسك بحفظ لي إياه طبعا أتوم حين أعمل أكتر في حياة التصبير فيني أقول راضي عن حالك إنه أنا عندي مشكلة إنه عم بنصاح ما بعمل سبور وبدخيني كتير هول مش راضي عن حالي في أنا لازم تغيرون هولي أكيد ضروري طبعا أنا بدأت شكلك شكرا شكرا اشتركوا في القناة